في بعبدة إنه يوم الملف الأسود والمقصود هنا الملف الذي حمله رئيس الحكومة نجيب ميقاطي إلى القصر الجمهوري ويتضمن الخرائط والإحداثيات والمعلومات المتعلقة بالترسيم البحري لماذا اختار ميقاط اللون الأسود؟ لا أحد يدري لكن الثابت أن السواد في لبنان يشمل معظم الملفات تقريبا فملف الكهرباء مثلا لا يقل سوادا مع المعلومات شبه المؤكدة التي تشير إلى أن لبنان مهدد بالعتمة الشاملة بدءا من منتصف الصيف فأهلا وسهلا بالسياح في بلد لا كهرباء ملف المحروقات يتميز أيضا بلونه الداكن فصفيحة البنزين بدأت تقترب وبسرعة من صقف السبعمائة ألف ليرة والقطاع بأسره يعاني نتيجة تخبط الدولة وعدم اعتماد سياسة واضحة كل ذلك يحصل فيما الدولار واصل ارتفاعه والتخطى صقف الثمانية وعشرين ألف ليرة إذن كل الملفات سود في لبنان وجميع اللبنانيين يعرفون هذا الأمر باستثناء شخص واحد جبران باسيل فباسيل منشغل ومنصرف ومهتم بملف واحد لا غير تشكيل الحكومة وهدفه تحقيق أمرين تولي وزارة الخارجية شخصيا وإسناد وزارة الطاقة إما إلى شخص قريب منه أو من التيار الوطني الحر فهل قدرنا أن ننتقل من ملف أسود إلى ملف أسود آخر لأن جبران باسيل لا يريد للبنان أن يعيش يوما أبيض إلا إذا حقق أحلامه الوزرية وربما الرئاسية عبر الوصول إلى هدفه الأكبر رئاسة الجمهورية عندها حقيقة على لبنان السلامة